سوط مجلس النواب على القناعة بأجوبة وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي خلال جلسة البرلمان قبل قليل وأفاد مراسلنا داخل البرلمان أن 109 نواب سوطوا بالقناعة على أجوبة الجميل التي أدل بها خلال جلسة الاستجواب مضيفا أن العدد الإجمالي للنواب المسوطين على القناعة من عدمها بلغ 200 ونائبين وكانت النائبة عاليا صيف استجوبت وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي يوم الثلاثاء الماضي بتهم قضايا فساد وهدر للمال العام